موقعها شرقي أوكرانيا كانت مركزاً للمعارك على مدى أشهر مدينة صناعية لها قيمة رمزية مهمة تخسرها كيف الآن وتنتصر فيها موسكو بداية لا بد لنا أن نشير إلى أن أبديفكا مدينة استراتيجية بنسبة للجانبين على حد سوى فقد سقطت لفترة وجيزة عام 2014 في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو قبل أن تعود إلى سيطرة كيف فضلاً عن قربها من مدينة دونيتسك معقل أنصار روسيا منذ عشر سنوات ترونها على الخريطة أوكرانيا وجدت نفسها مضطرة إلى التخلي عن أبديفكا والسبب في ذلك مواجهة نقص متزايد في الموارد والمقاتلين وتعطل المساعدات العسكرية الأمريكية بينما في المقابل عززت روسيا قواتها بالمزيد من العناصر وذخيرة جزء كبير من المدينة تعرض للتدمير لكن نحو تسعمائة مدني لا يزالون مقمين فيها بعد أن كان عدد سكان قبل الحرب حوالي 32 ألف نسمة معظمهم من كبار السن الذين رفضوا مغادرة منازلهم حتى مع اشتداد القتال في الأشهر الأخيرة هذه الخسارة تعني خطوة أساسية في هدف روسيا المتمثل بالسيطرة الكاملة على الإقليمين الذين يشكلان منطقة دونباس دونيتسك ولوغانسك وقد تمنح الرئيس بلادمر بوتن نصرا ميدانيا بينما يسعى إلى إعادة انتخابه الشهر المقبل بالنسبة للجانب الأوكراني فقد كانت أفديفكا نقطة قوية ومهمة للغاية في نظام الدفاع لأنها تحمي منطقة بوكروفسك على بعد حوالي 30 ميلا إلى الشمال الغربي وهي مركز لوجستي للجيش الأوكراني سيطرة روسيا على أفديفكا أثارت قلق واشنطن حتى أن الرئيس جو بايدن حمل الكونغرس مسؤولية سقوطها بعد أن عرقل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إقرار نحو 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها كيف بشدة معركة يائسة إذن خرجت منها أوكرانيا محبطة بعد هزيمة مشابهة لمعركة ماخموت في مايو 23 وفشل الهجوم المضاط خسارة لا شك في أنها سترفع معنويات موسكو وقد تغير مسار الحرب وبالرغم من أن هدف الهجوم هو تخفيف الضغط على مدينة دونياتك إلا أنه على المدى الطويل تقول التحليلات إن توقف تدفق الأسلحة والمساعدات الغربية قد يدفع كيف نحو تنفيذ انسحابات أخرى ما يفتح الباب أمام روسيا للاستيلاء الكامل على إقليم دونبس من عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية العميد رزق الخوالدة الخبير العسكري والستراتيجي سيادة العميد أهلا بك معنا في دائرة شرق إذن سقوط أفديفكا هذه المدينة بيد القوات الروسية ماذا يحقق القوات الروسية وماذا تخسر القوات الأوكرانية بسقوطها مساء الخير سيدتي مساء الخير لمشاهدين قناة الشرق وشكرا على هذه الاستضافة لا شك أن استيلاء القوات الروسية على هذه المدينة يمنح القوات الروسية مزيد من التثبت في الأراضي ويمنع ويعزز من قدراتها في الدفاع عن الأراضي التي استولت عليها ويفشل أي هجوم معاكس تقوم به القوات الأوكرانية وبالتالي فأن القوات الأوكرانية تصبح عاجزة عن تنفيذ أي هجمات معاكسة لإرجاع الأراضي التي احتلتها موسكو وبالتالي يا سيدي فأن هذا الأمر يفرض أمر الواقع وبالتالي أن الأقاليم الأربعة التي احتلتها روسيا قد تسبح روسيا إلى الأبد إذا ما استمر نهج العمليات بهذه الشاكلة وتراجع الإمدادات الغربية لأوكرانيا وخاصة الذخائر والمساعدات المالية إذ أن يا سيدتي إذا قارننا ما بين روسيا وأوكرانيا أن روسيا كامل الدولة تأتي في جزء بسيط من مجهود الحربي لخدمة العمليات العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا بينما أوكرانيا كامل المجهود الحربي لأوكرانيا هو موجه لهذه الجباة وبالتالي فأن روسيا مشاريع التنمية لا زالت تمشي ولا زالت تنقدم من هنا أسألك سيادة العميل تحديدا عن سقوط مدينة أفتيفكا لو سمحت كيف نفهم انسحاب القوات الأوكرانية ما الأسباب؟ يعني نعلم أنه كما تشير التقارير إلى أنه نفذت الذخيرة وأيضا عدد المقاتلين مع تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا من الأسلحة سيما الأمريكي لكن لأي مدى يمكن أن يكون الانسحاب مقصود من أوكرانيا كوسيلة للضغط على الدول الغربية في مسألة الإمدادات العسكرية من الأسلحة تحديدا الولايات المتحدة سيدتي الكريمة سيدتي الكريمة الإمداد الغربي منذ فشل الهجوم المعاكس في ربيع وصيف العام الماضي ضد القوات الروسية وضعف الهجوم الأوكراني وعدم تحقيقه يعني ما كان مطلوب منه من الغرب بدأت الإمدادات الغربية تتراجع وتتلك حتى أن ألمانيا باتت أمام مساءلة أمام شعبها ما هو حجم الإمدادات الذي يجب أن تقدمه إلى أوكرانيا وبالتالي فأن فشل الهجوم المعاكس في ربيع وصيف العام الماضي أدى إلى نكسات سياسية لأوكرانيا أمام المجتمع الغربي الداعم لها بالإضافة أن المجتمع الغربي قد انشغل إلى حد ما مع إسرائيل في دعمها المتواصل في حربها في غزة وبالتالي أصبحت الحرب في أوكرانيا أمام المجتمع الغربي أولوية ثانية وأتى أيضا هذا الهجوم الروسي أيضا لإنعكاس الانتخابات الروسية القادمة فروسيا على أبواب الانتخابات وبالتالي يبحث الروسي من خلال القوات الروسية عن مكاسب ميدانية تدعم موجوده في منصة الحكم في روسيا إذن تستبع أن يكون انسحاب القوات الأوكرانية من أجيفكا مقصودا قد يكون انسحاب مقصود تكتيكي ولكن يا سيدتي بهذا الحجم وبهذه القوة نجد أن القوات الروسية حتى لو كان هجما تكتيكيا فأن حجم القوات التي كانت موجودة لا تستطيع أن تقف أمام القوات الروسية من خلال أن القوات الروسية سيدتي قامت بالعديد من العمليات وبدأت تعيد ترتيب قوتها ومنذ دقيقة نحكي عن موضوع التكنولوجيا يعني لاحظت روسيا منذ اندلاع الأزمة أن التكنولوجيا محصورة في بعض القوات الروسية في سلاح الجو وبعض المنظومات العسكرية الروسية بينما الجيش التقليدي والبري فأنه يفتقد إلى التكنولوجيا وبالتالي قامت روسيا منذ بداية الحرب وعندما وجدت أن هناك فجوة رقمية ما بين جيشها البري وبين القوات البرية التقليدية وما بين القوات الغربية بدأت بإعادة أتمتت واتكنلجت القوات البرية بأسلوب أقوى وبالتالي بدأ هذا التوجه ينعكس على سير العمليات في القطاعات المختلفة داخل الجبهات الروسية الإلكرانية سيدة العميد برأيك كيف من المتوقع أن تتحرك القوات الروسية باعتقادك وفقا لأهدافها المتعلقة بدونباس بشكلنا سيدتي روسيا تحاول أن تصل إلى حدود تخدم العمليات العسكرية وأن تضم هذه المقاطعات وخاصة منطقة دونباس الصناعية التي تعتبرها منطقة استراتيجية وأنها تحاول من خلال متابعتها للضعف الأوكراني وضعف القوات الأوكرانية والتخبط الذي تقوده أوكرانيا خاصة في تغيير قيادة الجيش وما يحدث على الجبهات تستغر روسيا هذه الأوضاع التي تصل إلى الحدود التي ترغبها في الحدود الدولية بينها وبين أوكرانيا من خلال المقاطعات الأربعة ومن خاصة منطقة دونباس وبالتالي يا سيدتي فانا روسيا تحاول التهيئة والاستعداد ومن ثم الانطلاق باتجاه المناطق التي تعتبرها خواصة ضعفة في القوات الأوكرانية وبالتالي الاستلاع عليها ومرشح أن يكون هناك مناطق ومدن أخرى قد تنطلق إليها روسيا ولكن يا سيدتي بطبيعة الحال فانا العمليات في فصل الشتاء في هذا الإقليم وهذه المنطقة من العالم صعبة وكنت أستغرب أن أوكرانيا تخلي منطقة في هذا الفصل فصل الشتاء إذن عمليات في فصل الشتاء عادا ما تواجه نقاط ضعف كثيرة حتى على الجانب الروسي من ناحية الإمداد ومن ناحية حركة الإمداد والأليات والتي تنحصر فقط في الطرق المعبدة والطرق الرئاسية والجسور التي يمكن أن تستمر في سير وإمداد هذه العمليات شكرا جزيلا لك سيادة العميد رزق الخوالدة الخبير العسكري والستراتيجي شكرا لوجودك معنا